اليوتيوب بيتجاهل مشاكل منشئ المحتوى ولكن في نفس الوقت اليوتيوب بيعين مضراء لبعض القنوات من اجل تطوير القناة والانا في يوم من الايام كنت واحد منهم وكنت فرحان فرحتك الله اليوتيوب حيعينني مدير انا قناة كبيرة ومع الوقت بتكتشف ان المدير ده خطة نحطوطة ليك من اجل اهتمام ببعض التفاصيل الخاصة بقناتك هو واخد درس او واخد كورس الكورس ده جاي ينفزه عليك هو ما عنده الصلاحية ان يدخل على احصائتك هو ما عنده الصلاحية ان يحللك مشاكلك هو ما عنده الصلاحية لاي حاجة حتى انا عندي مشاكل شخصية في القناة مع ناس شغالين في اليوتيوب باسميهم وبيننا مشاكل وبيننا ايميلات وبيننا مشاكل كبيرة جدا ولا دخل له باي شيء اطلاقا عندي مشاكل في الدرع ولا هو موجود انا بتكلم معاك بشكل حقيقي علشان تفهم النصايح اللي بيدهالك مفيش منشئ محتوى تعليمي الا وقالهالك هو باخد خطة وباخد منهم بي دي اف مكتوب في انه حضرتك تهتم بانشاء بس مباشر بشكل يومي تقريبا من اجل السوبرشات من اجل يكون في داخل غير الاعلاق لليوتيوب وهو اليوتيوب بياخد نسبة 30% وانت بتاخد 70% يا منشئ محتوى اللي بتضيع وقتك ومجهودك وهو بياخد نسبة 30% وهو قاعد على الكورسي يشرب قهوته ومرتاح اليوتيوب نفسه فاليوتيوب من حقه ان حضرتك تعمل ايه تعمل ايه تعمل بس مباشر فبالتالي حيعيل لك مدير مدير ده رد بو الفين جنيه بس يدخل لعشرين ثلاثين قناة فانت تهتم بانشاء بس مباشر وعلى فكرة البس مباشر مهم جدا للقناة بس مش كل القناوات مهم جدا يعني انا لو قناتي مثلا طبخ مش عارف اعمل بس مباشر لكن انا لو قناة تعليمية فلازم اعمل بس مباشر صح ولا ليه لان في اسئلة وحضرت لو انا مثلا قناة فلوجات او هزار او ضحك او روتين او او انا مثلا ايه مشاكل شخصية ممكن اعود انا مثلا شخص تاني بنعمل بس مباشر مشترك ونبدأ نشوف المشاكل فين ونحلها الحاجات دي كلها حلوة جدا يعني تقدر من خلالها انك توصل لمرحلة من النجاح من التطور من حصول على المشتركين من حصول على المشاهدات من حصول على كل حاجة اي ممكن تتخيلها البس مباشر مهم ما نكرش رقم اثنين اليوتيوب يطلب من حدك انك تعمل فيديوهات قصيرة واحنا اتكلمنا ان هي بتأثر على قناة بتسلم ايوه اليوتيوب فصل خوارزميات ولكن مفيش اي جسر جسر حقيقي ما بين الفيديوهات القصيرة والفيديوهات بتاعتنا اللي بالعرض اطلاقا الكلام ده انت سمعت وقبل كده انا قلت الحلقة اللي فاتت ولكن النهاردة لازم اوضح لك ان الرسالة اللي جات لك مش رسالة واو الرسالة اللي جات لك مش حلم انت مش في حلم هو ست شهور هيقعد مع حضرتك عدة منهم شهرين ونصف شهرين اوه وانا ما شفتش اي حاجة كل اللي شفتو بس ان حضرتك ده مش كلهم احنا بنحلها ده استفساراتهم بيجي اسألوها واحنا بنقولها والله انت متخيل معايا فمن الاخر لا في فرصة ذهبية من الاخر انا ما انتقتش اي منش المحتوى اخر انا بوضح انت قادل اليوتيوب لو انت عايز تطور وتدي نصايح بالفعل فاهتم بالقناة الصغيرة اللي احنا عندنا مشاكل حتى القناة الكبيرة في المشاهدات لكن انت عندك خطة عايز ترمهالي وتطلع تجري من اجل تطوير القناة وهو انشاء بس ومباشا انا عارف اللي بس ومباشا المهم من اجل انشاء بداية قصيرة فانا عارف ان حضرتك هدفك اين بداية قصيرة انا فهمك يعني انا فهمك فما تلفش وتدور وتدير حركة صائعة علشان القناة الكبيرة تطلع تتكلم وانا مش هتكلم بالشكل الا لو كان في بالفعل فرصة ذهبية زي ما طلعت تكلمت على الفعالية وقلت الفعالية تعتبر ملهاش اي قيمة هتكلم برضو عن الرسالة اللي برضو كانت فرصة ذهبية في يوم الايام وكنت بتكلم من اياه فرصة ذهبية ولكن لما بتحط في الواقع اللي قدامي واشوف نتيجة الفرصة ذهبية بيكون دايما شايف ان انا ما كنتش غلط اطلاقها لا انا لما اطلع اقول يا جماعة ان انا كنت فكرها فرصة ذهبية وتفكيري كان فين هي فرصة ذهبية انا ما كنتش غلط لكن لما تحس بالتجربة وتطلع توطح التجربة ان هي تجربة من الاخر بلا قيمة وان هدفهم بعض الاغراض الشخصية فقط لغير هنا حضرتك بيكون بينك وبين الجمهور فعلا امانة وده اللي انا بحاول اوصلها لمنشئ المحتوى لازم تعرف ان حضرتك بتقدم رسالة علم وتوعية وفهم واي حاجة بتحصل في المتوحد فكرة انا بوضحها لك بما يرضي علي ضميري قدام ربنا لان انا وانت سنسأل انا والله العلم اللي احنا من الوقت لوقتي دي تجربة شخصية انا بنرد بها علشان كده بقولها لك وكل كل ميتنج بيني وبين اي مدير والكلام ده كله ممكن هتحسب عليه انا شخصيا كبير واحد فكرة مسجل ولدي وكل كلمة قالت من عندهم مسجلة وعندي علشان كده بقوله حضرتك الناس دي شغلهم ده شغلهم انك تهتم بالبس مباشر انك تهتم بالبس يعني انا كان جاء تقول لي اعمل بس مباشر وانا عامل عشرين من ساعة بس مباشر يعني هي اصلا مش داخل احساس قناطك حتى ما دخلتش تفرج على قناطك من بره اديك نصح ازاي وصلت طبعا مش منتقدها ده شغلها لكن انا منتقد اليوتيوب نفسه واساليبه شكر للجميع سلام يا صاحبين